على مدى الأسابيع الماضية ومنذ بدء العمليات العسكرية روسية في أوكرانيا تشهد الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين انسيابية في الحركة حينا وتوقفا في حين آخر يوم السبت أعلنت الحكومة الأوكرانية عن إجلاء أكثر من 6600 مواطن من مدن الاشتباكات إلى أماكن آمنة فيما أكدت الحكومة أنه من أصل عشرة ممرات إنسانية في مناطق الصراع شهدت ثمانية ممرات حركة النشطة وفي مقدمتها طبعا في مدينة ماريو بول الساحلية بحسب المصادر أجلية أكثر من أربعة ألاف ومئة شخص من بينهم أكثر من ألف ومئة طفل طبعا من مدينة أيضا ماريو بول في إقليم دونباس كما تم نقل نحو خمسمائة شخص من سكان ماريو بول من مانوش إلى برديانسك عبر الحافلات الصغيرة في العاصمة كيف تم إجلاء أكثر من ألف وثمانمائة شخص عبر عدة ممرات في قرى وبلدات عدة تابعة للعاصمة الأوكرانية كما أكدت الحكومة مغادرت أكثر من ستمائة شخص من مدن مختلفة من مدينة لوغانسك إلى مدينة بخموت ومنذ إنشاء الممرات الإنسانية تم إجلاء حوالي مئة وتسعين ألف شخص من المناطق الخطرة ذلك طبعا وفقا للمصادر أرقام كبيرة سجلتها الجهات المختصة لأعداد النازحين من مدنهم من جراء الأزمة الأوكرانية فيما عطبرت أكبر هجرة جمعية للاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية